الله يرزق من يشاء بغير حساب يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأبقال فهم مقمحون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسوار عليهم ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآزارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تتربون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقف المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم موتدون وما لي لا أعبد الذي فقرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن إن يردن الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقلون إني إذا لفي غلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما أفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم فامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلتنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون